الهارثة شمالي محافظة البصرة يقع معمل انتاج الورق أحد أكبر مصانع وزارة الصناعة والمعادن تعطلت معظم خطوطه الانتاجية خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وتم القضاء عليها بعد عام 2003 ورغم جهود الجهات الحكومية لإعادة تأهيله وإصلاح المكائن المعطلة إلا أنها لم تؤت ثمارها حتى الآن بعد أن كان انتاجه يصل لآلاف الأطنان من الورق يغطي من خلاله حاجة السوق المحلية نحتاج الدعم الحقيقي لثرواتنا الفنية والهندسية المتوفرة في كل وزارات الدولة وخصوصا وزارة الصناعة والمعادن وشركاتنا هذه اللي حقيقة مضى عليها فترة زمنية طويلة معطلة نحتاج الدعم الكافي وأكيد هذا المشروع والمشاريع الأخرى لا سبيل لإنعاش الاقتصاد العراقي ثلاثة مصانع أخرى في البصرة إضافة إلى معمل الورقة كانت تشكل رافدا مهما للاقتصاد العراقي كمصنع الأسمدة الكيميائية والبتروكيميائيات والحديد والصلب يقول مختصون إن تهالك المكائن وقدمها جعل إنتاجها يفقد جميع مقومات منافسة المستورد في ظل غياب الدعم وانعدام الاستثمار وسياسة الاستيراد العشوائي للسلعة إلى حد إغراق الأسواق بمختلف البضائع إيقاف المعامل والمصانع الضخمة تابعة لوزارة الصناعة هو قرار سياسي وليس قرار اقتصادي الغاية منه هو إغراق السوق العراقية وتحالف ما فيه الفساد من أجل إغراق السوق العراقية وقتل الصناعة العراقية مختصون عزوا أسباب توقف الصناعة الوطنية إلى الانفتاح الكبير على الاستيراد وانسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي مؤكدين إن أكثر من ثمانين مصنعا متوقفا عن العمل تماما تتصدرها معامل الصناعات الغذائية والإنشائية والكيميائية فضلا عن الصناعات النسيجية الآن أكبر معامل العراق متوقف المنتج الوطني صار مكلف للمواطن المواطن اليوم يريد صنع رخيصة السلع الرخيصة هي التي تدخل هي السلع للمستوردة الرديئة ولذلك أكثر من معاملنا توقفت وأفادت وزارة الصناعة والمعادن بأن خطة تم إعدادها لإعادة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة والتي يصل عددها لنحو ثلاثة وثمانين مصنعا من مجموع المصانع التي يملكها القطاع العام الحكومي والتي تصل لنحو مائتين وخمسة وثمانين مصنعا التوجه نحو الاستثمار الصناعي من الممكن أن يسهم في إحياء الصناعة العراقية ووفق دراسة اقتصادية فإن مصانع البصرة لوحدها كافية لإضافة مورد آخر لميزانية البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي في حال إصلاحها وإعادة تشغيلها نجح العابد الحراء البصرة